السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكم في فيديو جديد. اتكلمنا الفيديوهات اللي فاتت عن حاجات كتيرة تخص الصفر لالمانيا بغرض الدراسة. بس الفيديو ده انا باعتبره من اهم الفيديوهات اللي انت هتشوفها على الشانل دي. كل الناس بايتعارف الورقة دلوقتي وكل الناس بايتعارف التجهيزات من الفيديوهات اللي فاتت بس اكتر مشكلة بتقابل الناس هو الماديات. الفلوس او مش كل الناس معهم المبلغ ده. ايه هو الحساب البنكي او ايه هو وازاي بعمل حساب وهل بحتاجه كل سنة ولا لا? ولو اه بحتاجه كل سنة هقدر اشتغل في المانيا وعوض اللي انا بصرفه من ولا لا? اصلا ده ممكن يبقى باسمي ولا باسم والدي او ممكن باسم حد تاني خالص? هل اصلا بيقصر على القبول الجامعي ولا ملوش دعوة بالقصة دي? اسئلة كتير هنجاوب عليها النهاردة عن وبداي للبلوك ده اكاونت. خليكم معاني. اول حاجة عايزين نقولها هو ايه هو البلوك ده اكاونت اصلا. وايه هو اثبات القدرة المالية? محتاجين نفرق ما بين بتاعة الجامعة اللي بنعملها علشان نجيب بيها القبول الجامعي وما بين بتاعة الصفارة اللي بنقدمها علشان ناخد بيها الفيزا. الفيديوهات اللي فاتت معظمها وكنا بنتكلم على ان احنا نجيب ازاي? نجهز الورق ازاي? علشان نجيب القبول الجامعي. بس ما تكلمناش عن اي حاجة تخص الصفارة. احنا كل اللي عملنا الفيديوهات اللي فاتت ده او معظم الفيديوهات بنتكلم على ان احنا ايه الورق اللي نجهزوا علشان نقدمه للجامعة نجيب بيه قبول جامعي. وانس ان احنا جبنا القبول الجامعي ده بنبتدي ناخد الاستيب اللي بعد كده هو ان احنا بنجهز علشان نقدمهم اللي اتنين مع شوية ورق تانيين هنتكلم عليهم للصفارة وناخد الفيزا ونسافر. يعني الاجابة على الاول سؤال ان ده مالوش علاقة بالقبول الجامعي. الجامعة عملهاش دعوة. السفارة هي اللي ليها دعوة. السفارة او الدولة محتاجة تثبت لها قدرتك المالية على انك تعيش في المانيا علشان لما تسافر بتقولهمش يا الله انا ما عايش فلوس فعايز بفج مسلا او عايز اعانة او الدولة بتصرف عليك. السؤال اللي بعد كده طب لما اوصل المانيا خلاص انا اخدت الفيزا وصفرت هل مضطر كل سنة وانا بجدد الاقامة احط لهم في البنك عشر تلاف و خمسمية يورو سؤال ده مهم جدا. عشان اجاوبك على السؤال ده لازم اعرف منك معلومات كتيرة جدا. يعني مسلا انت عايش فين اصلا في المانيا? ايه الولاية اللي انت عايش فيها? وايه المدينة اللي انت عايش فيها? وايه المهزف اللي بتتعامل معها اصلا ونظامه ايه? لان هنا كل بلد ماشية بشكل. كل ولاية ماشية بشكل وكل مدينة ماشية بشكل وكل موظف ماشي بدماغه. والله العظيم فعليا. ممكن تبقى في بلد تجدد الاقامة سنة كاملة بانك مسلا معاك عقد عمل. كطالب عادي كبارت تايم جوب او ميني جوب. يجددوا عليه الاقامة لانه هما ضمنين ان انت خلاص فاينانشي اللي هتقدر تعيش في البلد بالعقد ده. مكان تاني لأ زي شلزفك هولشتاين اللي انا عايش فيها دي. تقول لك لأ انا عايز 10500 يورو كل سنة. ممكن انت ما بقدم على تجديد الاقامة انت وصاحبك نفس الكيس بالزبط في نفس الوضع تلاقي موظف اداله سنة وموظف تاني يداله سنتين. فرض ان انت قطرهم والله مش معايا 10500 معايا ستة بس. تقول لك طيب خلاص هنجدد لك ستة شهور بس. واخد حاجة اسمها فيكسي قوم بشعين وجنج وقصة كبيرة كده. مكان تاني مسلا زي برلين ممكن بعقد عمل يجدد لك سنتين. مش سنة واحدة. فحوار التجديد ده بيختلف من مكان لمكان وبيختلف من موظف لموظف وفيه فاكتورز كتيرة فاشخ دخلها في القصة بتاعت تجديد الاقامة دي. بس خلينا نقول الورست سناريو كيس اللي هو زي حالتي انه ما يقول لك انا عايز تجيب لي 10500 يورو كل سنة وانت بتجدد الاقامة. نعمل ايه في القصة دي? قال هنقدر نشتغل ونصرف على نفسنا ونخلي البلوك دا اكاونت ده مقفول ما نجيش جنبه ولا لازم نفتحه ونصرف منه. وايه اللي حصل معايا انا شخصيا? طيب خلينا اقول لك ان انت ان شاء الله مش محتاج تفتح البلوك دا اكاونت. وانك ان شاء الله تلاقي شغل. اللي شغل هنا كتير. وخصوصا للطلبة. وخصوصا لو انت معاك لغة. يعني انا لقيت شوية صعوبة ان انا بشتغل. بس لقيت شوية صعوبة علشان انا مش معايا الماني. فانت كمان لو معاك الماني فرصتك في الشغل هتبقى احسن وانك تجيب وظائف احسن بكتير من من الناس اللي زي حالتنا اللي عاش الماني. ستيل بنشتغل شغلانات حلوة ما فيش شغلانات هنا وحشة. دنيا كلها ايزي يعني احنا كنا بنتفشخ في مصر. فبالنسبة لنا دي بيس وفكيك. طيب ايه اللي حصل معايا في الكيس بتاعتي انا? انا لما جيت كنت جاي في نص اللوك داون. كل حاجة هنا افلة. وما فيش اي حاجة فاتحة انك تروح تشتغل فيها. فكنت مضطرة افتح البلوك دا حشتغل في الدنمارك وانا عايش اصلا في المانيا. ما كانش قدامي اوبشن تاني. نجيش بيقولك تصرف. انا بحكي لك ده علشان تلو يور شوية وتعرف ان الحياة هنا مش زي ما انت فاكر. مش جنة. لا فيه صعوبات كتيرة وفيه حاجات كتيرة هتقابلك. لازم تبقى جاهز لها. كده احنا فهمنا البلوك دا اكاونت وبيتعامل لمين بالزبط? وهل هقدر احافظ على فلوسي ولا لا? وهل بحتاجه كل سنة ولا لا? نيجي بقى الاجابة على اهم سؤال وهو ايه البداية البلوك دا اكاونت? ايه اللي اقدر اعمله علشان لو معيش فلوس اقدر اجي المانيا برضو? طيب خلينا اقول لك ان اثبات القدرة المالية للسفارة هم التلات حاجات ملهمش رابع. اول حاجة واللي معظم الناس بتعملوا زي حالتنا كده اللي هو البلوك دا اكاونت. تاني حاجة هو الضامن المالي. تالت حاجة وهي منحة دراسية سواء ممولة جزئيا او كليا. انا بسوط ان انا عملت الفيديو دا ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات التانية لان مهمة جدا عن كل الاوراق اللي تخص السفر لالمانيا هتلاقوني حاططها كلها في بلاي لست مع بعض. ولو عندك لسه سؤال يا رب ما يكونش عندك ابعتلي على الانستجرام هتلاقيني بردع اسأل الناس في الكومنتات او اكتب في الكومنتات بس الاحسن ان انت تبعتلي على الانستجرام لان انا بقى متواجد تقريبا كل يوم على الانستجرام بالذات لو انت عايزت طبعني اه بتنساش تعمل فولوم بتنساش تعمل سبسكرايب بتنساش تعمل لايك للفيديو دا وتشيري لصحابك وتساعد ناس علشان ربنا يساعدك. بتمنى لكم كل التوفيق من قلبي والسلام عليكم. ايه الغبر اللي جات علينا دي. اعرف ده مين نفخ ده. استغفر الله رغمين الله. ما علينا. يا نهار اسويد نحلة. نحلة خمس تلاف يورو يا دين ام ايه. قتل النحلة هنا بالمناسبة خمس تلاف يورو غرام. تلاقي خمس تلاف يورو كده بيحموا حواليك كده. المهم كنا بنقول ايه. الصيف بقى جماعة. الصيف بقى وقارب الصيف بقى. الدرون اللي فوق دي هبلاني. ايه ناس بتصور بدرون هبلاني. اعزي اطلع اطلع الدرون بتاعتها عنقرهم اللي الدين هنا.